نشرة الأخبار من تلفزيون الكود أهلا بكم وجه مجلس الوزراء وزارة التجارة والصناعة برصد عملية ارتفاع المصطنع وغير المبرر في أسعار السلع إثرى قرار زيادة أسعار البنزين مطلع الشهر القادم متوعدا باتخاذ إجراءات مشددة ضد المتلعب بناب الأسعار المجلس وفي اجتماعه الأسبوعي برئاسة سمو الشيخ جابل المبارك رئيس مجلس الوزراء كلف الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بوضع الحلول الكفيلة بالحد من زيادة أسعار الأسماك ناقش مجلس الوزراء تقرير وزارة التجارة بشأن الإجراءات التي اتخذها قطع حماية المستهلك في الوزارة من أجل كبح جماح زيادة الأسعار المصطنعة وغير المبررة مشيرا إلى أن قطع حماية المستهلك قام منذ مطلع شهر أغسطس الحالي بتحرير أكثر من 350 مخالفة لمتاجر ومحلات قامت بالتكسب غير الشرعي من خلال رفع الأسعار المجلس وفي اجتماعه الأسبوعي وجه وزارة التجارة والصناعة لرصد عملية الأسعار المصطنعة متوعدا باتخاذ إجراءات مشددة ضد المتلعبين داعيا إلى رفع تقارير دورية كل أسبوعين لمجلس الوزراء لإطلاعه على سير العمل في هذا الشأن كما كلف المجلس في اجتماعه الهيئة العامة للزراعة والثروة السماكية ووزارة الداخلية ووزارة الشؤون لوضع الإجراءات والحلول المناسبة للحد من ارتفاع أسعار الأسماك وموافاة المجلس بما ينتهي إليه الأمر وذلك خلال شهر من تاريخه واطلع مجلس الوزراء أيضا على توصية بشأن الطلب المقدم من وزارة المالية بشأن منح هيئة تشجيع الاستثمار المباشر اختصاص توزيع القسائم التجارية وقرر المجلس الموافقة على الطلب وتكليف بلدية الكويت باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تخصيص القسائم التجارية لصالح هيئة تشجيع الاستثمار المباشر ترجمة نانسي قنقر